بعدل شفت فيديو دي كلام دي مش بتخرك من دميري كلام على مصريين بالتاريخ كذرة كده زي يا استاذة حضرتك يا استاذة ريم زي قدرتي تكلمي على مصريين كده 90% من مصريين وسخة ويا كذر يا حكير يا مصريين ونس وسخ زي زي 7000 سنة تاريخ مصر ام الدنيا طريبا حضرتك ما ذكرتيش اصلا في المدرسة ما ذكرتيش حتى التاريخ ما ذكرتيش اي حاجة مش متعلمة اي حاجة بس احنا مصريين احنا مش هنرد عليك مصريين مش هترد عليك اللي علشان عندهم احلى مش هترد عليك بالتاريخ ووسخة زي انتي كلمتي عليهم مش هترد عليك عشان عندهم زو واختراموا احلى وانتي ما بترفيش يعني ايدي حاولك زي انتي بتولي راجل مصري مش راجل حاولك ستات في مصر رجالة ورجالة سبعين رجالة جدعان ونس متلمين وحاولك على حاجة بتشتغلوا لي ببرا بتشتغلوا ببرا عشان هم مطلوبين عشان معندسين عشان متلمين عشان دا قاترة حاولك انا عايشة هنا كم تسعة سنين قبل كده انا عايشت تسعة سنين في الميرات مين بنت اميرات من عشرين من تلاتين سنة مصريين بنتوا مديرس بنتوا مستشفيات بنتوا التجيرات مدرسين ممردات هم مدرسين كنا بعلمهم سواديه وانتم كويت وحليك فوال عراسنا كلهم والله فوال عراسنا هم كانت بعلموكم اراوا كتابة المهندسين البنتوا مرات وبنتوا بور كاندوكم التجيرات بعلمكم اراوا كتابة كله دا مصريين كله دا مصريين عشان هم مخوهم ناديفة عشان هم متلمين وعارفين بتشتغلوا بدمير انتي بتكلمي من اسم وطن انتي بتكلمي على وطن زي احنا مية واشرة مليون مية واشرة مليون دا عندنا شبرة قدي بلاتكم شبرة بس قدي بلاتكم كلها وفوال عراسنا انتم كلكم فوال عراسنا ما تكلميش كده على مصريين ايب ايب الناس مصريين كتير بتشتغلوا برا في السواديه وكويت وحليجي وابلات كتير برا بتشتغلوا لها لشان مخوهم ناديفة لشان هم مطلبين وشغل امره ما كانتش شغل ايب ولا حرام كل واحد بشتغل كل واحد بشتغل بس مصريين عشان متلمين وعارفين تشتغلوا هم مطلبين برا بتكلمي على بلات وعلى وطن ارت انتي عاد عليها مين بسبب مين بسبب مين بسبب مصر المصر افت تطار تطار كله تطار كنت حيمسك الكرة عرضية كلها مصر وفاتو المصر انجليزيين مصر ازرايليين مصر افتو الارت انتي عاد عليها انتي عاد عليها مش مصر مش مصر الجيش مصري اقوى اقوى جيش في الافريكي رقم 9 في الالم ولا 8 رقم 9 ولا 8 في الالم كلها جيش مصري ما شاء الله وانتي بتقولي مش رجالة انتي بتقولي الراجل مصري حكير وتسعين في المية مصريين واسخة زي زي الافلام مصري ومسلسلات مصري ومسرحيات مصري من سنين من سنين كل دول ارب بتفرجوا عليهم وبتفرجوا برا كمان هما دا انتي بتقولي عليهم مصريين وسيين ومصريين هما دا مش متلمين وكذرة وزي انتي بتقولي يا حكير حفكارك بس عشان هما دا مصريين بنتوا عندوكم وفي البالد عرب كتير في الحاليك وفي سوادي وفي عبلات كتير تانية بنتوا موارات ومديرس ومستشفيات وبتشتغلوا في المستشفيات دي مماردات ودكاترة ومهندسين ومديرس وبيعلموكم من من زمين من سنين بيعلموكم اراوي كتابة هما دا مصريين اكبر حاجة بتزعلني عشان انتي بتتكلمي على مصريين وامك مصريين امك مصريين يعني دام فيك مصريين وانتي بتشتيمي في مصريين بأوسح كلام بتشتيمي فيهم وانتي فيك دام مصريين زي يعني انتي بتشتيمي نفسك زي زي بس مصريين مش ختردوا عليكي بالتريه ويسخة دي ليه علشان عندهم احلى وعندهم زوء واخترام ليه علشان انتي ما بيستهليش اصلا ردة على كلامك يمكن انتي عملت دي كلام كله دا عشان عشان تكوني مروفة وانتشري في السوشال ميديا عشان كده ما بتستهليش اصلا ردة على دي زي صورصار كده زي صورصار صوير لازم تدربوا بالشبشب ناس كتير اجانب عايشين في مصر اه سوريين ما شاء الله كمية كبيرة جدا نفو على راسنا عايشين هنا وبتشتغلوا ومش ختصفروا بره وفي من المانيا وفي من روسيا في كتير جنسيات عادين في مصر وعايشين هنا ما بتكلموش على مصريين كده عشان ما شفتوش منهم حاجات واخشة دي زينتي بتقولي كده مين بيكلم كلمة مش كويسة على مصريين بس عشان هو بيضهير منهم عشان مش قدر تكون زيهم مصريين جدا عن واخسى الناس وانتم كله اخسى الناس احنا كلنا من ربانا كلنا فو على راسنا محدش اقدر تكلم كلمة مش كويسة على مصريين وفي اللحر لازم تتحسب على كلام دي السفارة مصرية والسفارة كويتي بالكل اخترامنا لكم يا كويت لازم تدحلوا في المدوة دي في الكلام ولازم لازم تكون حساب لكلام دي لازم موسيقى